حكاية كلها انجازات وكلها دهب وكلها حاجات عظيمة كدا الحكاية اللي جاي دي بقى مهمة جدا هقولك فيها الكواليس بالتفاصيل المملة جدا محمود الزنفالي حارس مرمى النادي الاهلي كلام كتير طلع النهاردة ان محمود الزنفالي راح لمارسي الكولر وقال له انا مش عايزة لعب الكاس مباريات الكاس ومارسي الكولر قال له خلاص انت كده مش ورك مع النادي الاهلي انت هحكي لك التفاصيل هحكي لك التفاصيل وبعد كده اخد اي طرف من اطراف انت عايزة يعني بس هحكي لك التفاصيل الحكاية ايه محمود الزنفالي راح لمارسي الكولر لما مارسي الكولر قال له انا هعتمد عليك في مباريات الكاس لو شاركنا في بطولة الكاس مع فريق من لعبين الشباب فالزنفالي قال له انا لحد دلوقتي مش عارف موقفي ايه مع النادي الاهلي انا مكمل مع النادي الاهلي ولا لأ محدش فتحني في النانا جدد ده الفترة خلصت خلاص بتاعت التقاقد وانا مش عارف انا مكمل مع النادي الاهلي ولا لأ وانا قريدي عندي او بالفعل يعني عندي عروض اخرى ولو لعبت مع فريق الشباب ففيها مخاطرة كبيرة جدا بالنسبة لي انه ممكن اظهر بمستوى او يخش في اهدف كتيرة فاتأثر على العروض كمان اللي جايالي بما اني لحد دلوقتي مش حاسم امري مع النادي الاهلي فمارسي الكولر قال له براحتك براحتك راح بعد كده الزنفالي اتكلم مع ميشيل يانكون وميشيل يانكون برضو ابدادي من هذا الامر وراح اتكلم مع مارسي الكولر فقالوله خلاص يا زنفالي انت في اجازة انت خلاص انت مش وارك مع النادي الاهلي انتهى وهنحط حارس اخر في مباراة السموحة اللي جاية في القائمة قدام انت خلاص مش تبقى موجود معنا الفترة اللي جاية مش هقدر اعتمد عليك فاعتمد على الحارس تاني ممكن اعتمد عليه في بطولة الكاس طيب ايه حكاية الزنفالي بيفكر في ايه مستقبله ايه هيحصل في ايه بس يا سيدي الزنفالي عنده اكتر من عرض في الدور المصري ابرزهم ابرزهم نادي الزمالك مبدايا كده الزنفالي كان مخلص مع نادي الزمالك في يناير اللي فات وعد كده دخل الاهلي في الامر وخلص النادي الاهلي الصفقة بس الزنفالي كان على وشك الانضمام لنادي الزمالك في يناير الماضي والصفقة لم تتم لم تتم حتى هذه اللحظة فيه اتصالات اتصالات مجرد اتصالات باستطلاع رأي الزنفالي عن مستقبله في النادي الاهلي عشان يتم التفاوض معه رسميا سواء مع نادي الزمالك او مع عندها اخرى في الدور المصري بس المؤكد دلوقتي ان الزنفالي مش مكمل مع النادي الاهلي حمود الزنفالي مش مكمل مع النادي الاهلي مشاركش في اي مباراة ومش هيكمل مع النادي الاهلي سواء نادي الزمالك او ورود محلية اخرى حد فيهم هيقدر ياخد الزنفالي في الموسم الجديد دي الحكاية بس الراجل عشان أبقى أمين وحسن موصل لي ما راحش يقول له أنا مش لعب في بعض الناس يصدروا الموضوع أنه اعترض ومتنرفز ومتدايق هو حكاله للموقف قال له لو أنا مكمل في النادي الأهلي هلعب حتى لو مع اللاعبين الشباب بس بما أني بما أني مش موجود في النادي الأهلي فمش عايز أخد المخاطرة دي عشان العروض اللي جايلي بره ما يشوفونيش حارس قليل فأخسر فمعرفش أروح لنادي وهكذا يعني ده أو دي الحكاية بالنسبة للزنفولية